حزمة المطروحة الآن أمام الجميع والتي يعيشها حزب الجبهة جبهة التحرير الوطني هل هي أزمة حزب أم هي أزمة دولة في مجملها؟ هي خياب دولة أصلا ليست أزمة دولة هناك خياب للدولة نهائيا وهناك تفكيت للدولة لماذا؟ لأن المؤسسة العسكرية مع الأسف الشديد يفترض أن تدير إعلان دستوري إعلان دستوري تشكل هيئة رئاسية وحكومة ولجنة للانتخابات وتنتقل إلى مرحلة جديدة إلى ديمقراطية هي الآن تريد أن تنسخ شخصيات تابعة لها يريدون رئيسا ومسؤولين تابعين لهذه المؤسسة بقايا بوتفليقة وهذا لن يمر بعيدا أن أتصور أن يوم الجمعة الشعارات ستكون ضد المؤسسة العسكرية لأول مرة ستكون هذه الشعارات ضد المؤسسة العسكرية والمنطقة القبائلية ستتحرك لأنه بالنسبة لهم ربراب وأركز عن ترمز للمنطقة وبينما كان يفترض أن القيادة العسكرية أن تحمل المشكلة سياسيا وليس عبر الدستور تطبيق دستور معنا أي شخص يترسع بناء على الدستور هذا سيكون أكبر ديكتاتور وأكبر طاغية في تاريخ الجزائر لأن الدستور يعطي له كل الصلاحيات وبالتاني الرئاسة القادمة أو الرئيس القادم سيواجه مشكلة إذا لم تفكر السلطة الجزائرية في حل سياسي فإنها ستجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه طيب سنوثق حديثك حول الجمعة القادمة والشعارات التي كما تتوقع ستتحول إلى شعارات ضد الجيش أو بالتحديد جيد صالح رئيس الأركان ولكن ما نتحدث عنه الجمعة القادمة هل يمكن أن يتحول إلى مواجهات ما بين الشارع والجيش في اعتقادك؟ يعني ما أسوأ ما يمكن أن نتوقعه خلال المرحلة المقبلة وفقاً لتوقعاتك طبعاً استبعد ذلك استبعد أي مواجهة في الشارع سيستمروا الشارع سلمية والدليل أنا اليوم حضرت الاجتماع للمعارضة والشخصية الوطنية أدانوا خطاب سيد جيد صالح لأنه خطاب استفزازي ترجمة نانسي قنقر